عندنا في شهر رمضان خمس مسلسلات وتم انتقاءهم بعناية عشان يبقى فيهم التنوع وفيهم الرسالة والجودة اول هذه المسلسلات على شاشة رمضان ان شاء الله بس طبعا انا هقول لكم المسلسلات بدون ترتيب مواعيد الاذاعة مواعيد الاذاعة سيتم الاعلان عنها ان شاء الله ليلة رمضان او يعني يوم السبت مثلا لو الرمضان الاثنين يبقى يوم السبت بالليل القنوات كلها هتذيع مواعيد مسلسلاتها ودي كمان اسرار حربية انا بقول لكم اللي بيحصل في المطابق يعني دلوقتي دي اسرار حربية عند القنوات مزلسل مين حيتزعف عرض اول الساعة كام عشان يبقى قابل القناة ايه شغل جبير كنا نتكلم فيه بعدين المسلسل الاول على شاشتنا مسلسل حدوتة مرة بعيد عنكو يعني يا رب الحدوتة المرة تبقى حاجة حلوة ليكو في المشاهدة للفنانة غادة عبدالرازق واللي استطاعت خلال السنوات الماضية انها تحتل مساحة مهمة ومكانة مهمة عند المشاهد الرمضاني واصبحت قاسم مشترك فيه على اطباق الرمضانية الدرامية تعود الينا غادة عبدالرازق هذه المرة بمسلسل حدوتة مرة وطبعا دلوقتي بتشوفوا بعض المشاهد من هذا المسلسل اللي حيضاء على شاشة النهار المسلسل التاني مسلسل الفنان حسن الرداد برضو حسن الرداد استطاع خلال السنتين تلاتة اللي فاته انه هو يصل الى المرحلة الجان ونجم الصف الاول واصبح بيعمل اعمال درامية ومسلسلات وافلام باسمه وروحه الخفيفة ودمه الخفيف مع وسمته محققين يعني حال التواصل جيد جدا مع المشاهد حسن الرداد عامل مسلسل اجتماعي كوميدي لطيف جدا اسمه الزوجة 18 انا عارف انها ما تمشيش واي ست دلوقتي هتسمع اسم المسلسل ده هتقرر انها تقطع المسلسل بس انا بقولك ما تلايش كل المسلسلات والافلام اللي اتعملت زمان ودلوقتي الزوجة 13 والزوجة 18 والزوجة الرابعة وكل الحاجات اللي اتعملت التيمة فيها دي لا تقلقي يا حواء لانه المسلسل كان في نهايته انتصار كبير لحواء وهزيمة نكراء لادم وانا متأكد ان حسن الرداد هيشوف الويل زي ما انتو شايفينه بيتضرب وبتروق اهو في المشاهد فاكيد هيشوف الويل علشان بيعدد الزوجات اللهم احفظنا ثم الكابل عندنا الزوجين عندنا زي ما عندنا حسن الرداد امي سامير غانم مش سايباه لا في البيت ولا في الشغل ولا في شاشة النهار امي سامير غانم بتقدم لنا هذا الرمضان مسلسل اجتماعي كوميدي ايضا اسمه سوبر ميرو بتتقمس فيه شخصية سوبر مان بس طبعا سوبر ميرو وواضح طبعا انه ضحك للركب مع قليل من الكوميديا وكثير من الافهات هو شغل عالي ما استمتع بيه على شاشة رمضان وامي من الشخصيات الحقيقة اللي معجونة موهبة معجونة موهبة ودماء خفيف والحقيقة انه سامير غانم ودلال عبدالعزيز عملوا شغل عالي اوه 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 في البنتين بجدع سواء دنيا سامير غانم او الا امي لسامير غانم الاتنين بنوتين امرتين وجميلتين بالاضافة انه هم كوكتيل موهبة كوكتيل موهبة ورثوا كل الجينات الفنية من سامير غانم ودلال عبدالعزيز طبعا النجمين الكبيرين مسلسل كمان مملكة الغجر مسلسل مملكة الغجر بطولة الفنانة حرية فرغالي والفنان الكبير سامح الصريتي وده مسلسل انا بقولكو انه لا مش هعدر حياة ده مسلسل انا بقولكو انه فيه شغل عالي وفيه جودة فنية هتلاقوها مختلفة المتابعة والتدقيق والاهتمام بجودة المسلسلات كان هم منه الاساسي عشان كده اخترنا هذا المسلسل لما فيه من حبكة درامية وموهبة تجسرت من خلال الشخص بالاضافة للرسالة بتاعت العمل الدرامي كمان فانا واثق انه هينال اعجبكو باذن الله المسلسل الخامس والاخير مسلسل السهام المارقة والمسلسل ده حقق نجاح كبير عند عرضه وده لأول مرة يعرض على شاشة النهار وهو مسلسل ديني ثقافي اجتماعي في منتهى الاهمية مسلسل بيناقش كل حاجة احنا بنعيشها النهاردة سواء في الفهم الخاطئ للدين سواء في الجماهات الارهابية سواء في داعش سواء فيما يتعلق بغسل المخ لبعض الناس اللي بيخشوا هذه التنظيمات وبيخونوا اوطانهم بعض اللي بيحدث داخل الاسر المصرية من عقوق للاطفال لاباهم باسم الدين حاجات كتير جدا 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 حتشوفوها واتمنى انتوا تتبعوا هذا المسلسل متابعة دقيقة وتخلوا ولادكو كمان يشوفوا هذا المسلسل لانه كله رسائل كله رسائل السهام المارقة بطولة هاني عادل وشريف سلامة وشري عادل ووليد فواز وعيشة بن احمد وشام فقيه بالاضافة الى مجموعة كبيرة من النجوم السهام المارقة حينور شاشة رمضان على النهار باذن الله دي الاعمال الدرامية عندنا مجموعة من الاعمال الكرتونية اللطيفة جدا للاطفال عشان تعرفين انه الطفل ضيف رئيسي على شاشتنا في رمضان عندنا طبعا مسلسل الشهير بكار بالاضافة الى مسلسلات كرتونية دينية وترفيهية وكوميدية بتذاع لاول مرة على الشاشة طبعا بما انه الشهر الفضيل فكمان فضل رمضان يجب ان يتجسد من خلال برامج دينية عندنا مجموعة رائعة من البرامج الدينية على رأسها العالم الازهري والشيخ الفقيه الجليل الدكتور احمد عمر هاشم في برنامج حصري ديني على شاشة رمضان برنامج اسمه حديث الصيام يحدثنا في فضيلة الامام الدكتور احمد عمر هاشم عن فضائل الصيام وشهر الصيام وكل العبادات والروحانيات والاشياء المحمودة في شهر رمضان كمان البرامج الدينية متنوعة زميلة العزيزة لم يأفهم عبد الحميد بتعمل برنامج اسمه وش خير برنامج يوم ان شاء الله في شهر رمضان والزميلة العزيزة ايضا دعاء فاروق هتعمل برنامج اسمه بهية وده برنامج عبارة عن يعني برنامج ديني اجتماعي بالتنسيق والشراكة مع مؤسسة بهية بالاضافة الى برنامج اخر اسمه رسائل ربانية للشيخ عبد السلام ومجموعة اخرى من البرامج اللي حقدمها لكم كبار علماء الازهر الشريف وباقي باقي الارسال اللي انا قلت لكم ده دراما وبرامج وعندنا برنامج كاميرا خفية لطيف جدا جدا اسمه الزفة حق نجاح في موسمه الاول وان شاء الله حيكسر الدنيا كمان على الشاشة الرمضانية بتاعت النهار هذا الموسم الزفة مع خمس مسلسلات مع شوية كرتون للاطفال مع برامج دينية واجتماعية رطيفة اما باقي الارسال كله طبغ كله طبغ وقت ما تجوعه افتحه الشاشة على النهار هتلاقوا اكل وحتلاقوا وصفات وحتلاقوا منيوز وحتلاقوا حاجة يسيلوا لها اللعاب علشان ست البيت لا تتعب ابدا لا تتعب ابدا في اختيار مائلة الافطار الرمضانية اللي تغذي بيها اسرتها ان شاء الله ده تعريبا ابرز ما سنقدم